اشتركوا في القناة والحب الكريم متابعين الكرام في كل مكان سعد الله صباحكم وطابت جميع وقاتكم بكل الخير والبركة من هنا من ميدان الوقان لسباقات الهجن العربية الأصيلة نحييكم أجمل تحية صباحية مع انطلاقات شوطنا الأول الخاص هنا بالبكار المحليات الأصائل لسن الثنايا وستة كيلو مترات هي مسافتنا ضمن إشارة الديوان الثامنة مشاهدين العزاء متابعين الكرام لنبدأ مع مقدمة هذا الشوط والمركز الأول والقيادة الأولى في هذا المسار الرائع والمسار الجميل مع الشهني العبدالله أو محمد العبدالله العسكري هنا يتقدم في هذه اللحظات على الصدارة الأولى والمركز الأول بينما ثاني الأسماء هنا كمشاهد العزاء يأتي شعار سالم بسلطان بسعيد بمسلم الدرعي يقدم لنا الخوار مع المركز الثاني حيث التواصل مع ثالث الأسماء والقدوم في هذه اللحظات والتواصل هنا من مهمة لسهيل بن محمد بن حمادي العفاري يأتي في هذه اللحظات ليقدم لنا نعم بالفعل مياسة في هذا المسار الرائع والمسار الجميل بينما الوصول والقدوم في هذه اللحظات على رابع الأسماء والتواصل في هذه اللحظات والقدوم أيضا هناك من السريعة وحمد بسهيل بن خيرات العامري يتواصل في هذه اللحظات مقدما لنا السريعة مع المركز الرابع بينما خامس الأسماء التواصل والقدوم في هذه اللحظة مشاهد العزاء يتواصل مع ذيب نايد بن سلب الزفنة العامري يقدم لنا شعاره وتحدياته في هذا المسار على خامس الأسماء بينما المركز السادس هناك القدوم والتواصل في هذه اللحظات أيضا من هذا الشعار الرائع والجميل يتواصل شعار ناصر بن علي بن ثلاب الهاجري يقدم لنا هناك شعاره ويقدم لنا قرام على سادس الأسماء بينما المركز السابع والقادمة في هذه اللحظات هناك أيضا غشمر وعويض بن حمد بسهيل العامري يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا هذا الشعار وهذا الأسم بينما هناك الدخول والقدوم في هذه اللحظات أيضا من الاسم القادم في هذه اللحظة والتواصل هناك من ولع لعبد الله بن عبيد بن حلوس بذيبان العامري ياتي في هذه اللحظات ليقدم لنا الشعاره وتحدياته الرائعة والجميلة ناخذ المركز التاسع والقدوم في هذه اللحظات من شعار بدليلة يقدم لنا الذهب والدحبة بن حمد بدليلة بن ويع العامري ياتي هنا على تاسع الأسماء بينما المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات والتواصل من قايا والدحبة بن حمد بدليلة بن ويع العامري يقدم لنا اسمين رايعين هذه النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة هلولة لنعود إلى مقدمة هذا الشوط إلى الصدارة هلولة وإلى المركز الأول المتابعين الأعزاء نعود إذا المتابعين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وشعار العسكري هنا يسيطر على مقدمة هذا الشوط ليقدم لنا هذه الانطلاق الرائعة والجميلة متقدما بهذا الشعار محمد بن عبدالله العسكري مقدما الشهنية على المركز الأول والقيادة هلولة بينما المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات من الخوار وسالم بسلطان بسعيد بن سلم الدرعي هنا يقدم لنا هذه الانطلاق على ثاني الأسماء بينما المركز الثالث هناك القدوم من شعار بالزفنة يأتي على ثالث الأسماء متقدما مع الذيبة ونايد بن سلم بالزفنة العامري حيث الدخول والوصول في هذه اللحظات من ولع ويتواصل هنا عبدالله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا ولع في هذا المسار والرائع والجميل هنا أيضا يتقدم ويتسلل من خلال تواصل ولع بينما القدوم في هذه اللحظات والتواصل هناك على خامس الأسماء يأتي في هذه اللحظات ويتقدم هناك ناصر بن علي بن ذلاب الهاجرياتي في هذه اللحظات يقدم لنا قرام يقدم لنا قرام في هذا المسار وهذا الاندفاع بينما المركز السادس هناك القدوم والتواصل في هذه اللحظة مشاهدين العزاء ومتابعي الكرام مشعار أعويض بن حمد مسهيل العامري يقدم لنا أيضا قشمرة في هذا المسار الرائع والمسار الجميل بينما هناك الدخول على سابع الأسماء والتواصل في هذه اللحظة والقدوم مشاهدين العزاء أيضا هناك من شعار شعار مبارك مسهيل بن محمد العفاري يقدم لنا شعار وتحديات في هذا المسار مع الخزن في هذا التحدي بينما هناك القدوم والوصول مشاهدين العزاء على ثامن الأسماء التواصل في هذه اللحظات من مياس وسهيل بن محمد بن حمادي العفاري ياتي مقدما لنا شعار وتحديات مياس بينما المركز التاسع والعاشر هنا يتواصل بدليلة يتقدم الدحبة بن حمد بدليلة بنوع العامري يقدم لنا الذهب وقايا مع المركز التاسع والعاشر يتواصل بالشعار يقدم لنا هذا الدعم اللوجستي من خلال هذه الانطلاق ولكن عودة بعدما أكمل نداؤنا بعدما أكمل نداؤنا للعشرة الأسماء المتقدمة والنداء الثاني على التوالي لنعود إلى مقدمة هذا الشوط بعدما أكملنا النداء للعشرة الأسماء المتقدمة في هذا الشوط الأول في هذا الشوط الأول الذي يحمل المحليات المحليات الأصائل وإنتاج الدار إنتاج الدار لا زال العسكري هنا يسيطر مع الشاهنية يتواصل في هذه اللحظات يقدم الشاهنية في هذا المسار الرائع والمسار الجميل محمد بن عبدالله العسكري هنا مع الشاهنية والقيادة هلولا مع الشاهنية بينما هنا الدخول والتواصل في هذه اللحظة مشاهدين العزاء ياتي مع الخوار سالم بن سلطان بن سعيد بن مسلم الدرعي يتواصل في هذه اللحظة على ثاني الأسماء بينما هنا شعار بوحمد يتواصل يتقدم مع ولع وعبدالله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يتواصل مع ولع ثلاثية رائعة مع العسكري والدرعي وهنا بن حلوس يتواصل من خلال هذه الانطلاقة ما شاء الله مثلث ذهبي رائع مثلث رائع على مقدمة هذا الشوط بزفن قادم بزفن قادم والكيلو المتر الأخير الكيلو المتر الخطير هنا مشاهد العزاء أجواء هذا الكيلو الأخير أجواء هذا الكيلو الأخير بزفن قادم في هذه اللحظات يتواصل مع أيضا الذيب ونايد مسلم بزفن العامري بينما هنا الدخول مشعار بمضحية يقدم غشمرة أعويضة بن حمد بسهيل العامري ولكن عودتنا إلى ولع عودتنا إلى ولع تاتي بهذا لدى بالانطلاق الريع بالاندفاع الجميل ولكن هناك العسكري يتواصل في هذه اللحظات يقدم الشاهنية يقدم الشاهنية هنا من خلال هذا التحدي وهذه المنافزة ولكن هناك ولع هناك بن حلوس يتواصل على ثاني الأسماء ولكن الشاهنية على الصدار من بداية الانطلاق وحتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة تسيطر على مقدمة هذا الشوط يتواصل محمد بن عبدالله العسكري القادم من السلطنة القادم من ميدان الأبيض من جمل أصائل من جمل أصائل الشاهنية العسكري سلام العسكري سلام سلام الشاهنية سلام تهانين والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز محمد بن عبدالله العسكري من خطف ناموس هذا الشوط الأول من خلال تواصل الشاهنية تهانين والناموس المركز الثاني ولع عبدالله بن عبيد بن حوث بن ذيبان العامري بينما المركز الثالث ثالث الأسماء كان شعار أيضا سلطان أو سالم بسلطان بسعيد بن سلم الدرعي مع الخوارة بينما رابع الأسماء المركز الرابع كان الدخول أيضا مشاهد العزام النذيب نايد بن سلم بن سلم العامري خامسا كانت هناك غشمر عويضة بن حمد بسهيل العامري إذن تهانينا ونموس لمالك الشانية محمد بن عبدالله العسكري التوقيت الزمني كان أيضا تسع دقائق أربعة ثلاثين ثانية ثلاث عشر قزة من الثانية تهانينا ونموس